الثابت في التاريخ أن الغدى أجمل الذي جعل الإنسان الأول يترك قراه ويغامر خلف البحار هو الاعتقاد بأن الغدى في مكان آخر ما أجمل والذي جعل الشعوب تنهض من تحت ركان حروبها العبثية هو الإيمان بأن الغدى أفضل والذي يجعلنا نتذكر أو ننسى نكباتنا ونعبر بالحياة إلى أبنائنا هو شعورنا بأن الحياة ستأتي لهم بالأفضل لكن اليوم يقولون لنا أن البحار ستتمرد على اليابسة والرياح ستسوي قرانا بالأرض ولن تلطف أمسياتنا ولدان ستختفي وأخرى لن تكون قابلة للحياة علماء المناخ يقولون لنا أن الغدى لن يكون أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا من بيروت الناشط البيئية بول أبي راشد أهلا بك معنا أستاذ أبي راشد في بانوراما ترامب سخر من جريتا ثومبرغ الناشطة البيئية التي سألتهم كيف تجرؤون وبكت في كلمتها هل هذا يمثل طبيعة العلاقة في الواقع بين الناشطين بين المتخوفين على البيئة وعلى العالم كله وبين تعاطي سياسيين أو بعضهم من الكبار في العالم مع هذه الأزمة حقيقة للأسف نعم أغلبية القاضي في دول العالم في بعض كبير بين أولوياتهم وأولويات يمكن القطاع الخاص الذي يدعم هؤلاء القاضي وبين المجتمعات المدنية والشعب والناس والحالة اللي بتمثلها جريتا هالأجيال اللي هن يتم المس بمستقبلهم بسبب قرارات هؤلاء القاضي نعم للأسف هذا اللي عم بيحصل يمكن فيه يكون فيه استثناء اليوم مثلا سمعنا مقالة قاله رئيس فرنسا كان خطابه في قمة نيويورك كان قريب جدا لطموحات المجتمع المدني بس أستاذ براشد لماذا يحاول البعض فصل لنا بين الواقع في هذا الموضوع وبين الغير الواقعي لنقول على الأقل لماذا البعض يعتبر بأنه فيه مبالغة أحيانا بتصوير حجم الخطر الداهم من يراقب الطبيعة ومن يراقب حرارة تشهدها كل مدن العالم هذا الصيف كان الأحر أكثر حرارة في العالم كله يعني ما بعرف عندما منقول أنه فيه مبالغة يعني نحن عم نساهم أن نغمد أعيننا عن الواقع كلنا شفنا الحرائق في الأمازون كلنا شفنا الحرائق في روسيا في كاليفورنيا تساعدك ببعض الأمثلة كما في آيسلندا قبل بضعة أسابيع سويسريون ودعوا نهر جليدي أيضا بها اليومين بالآلب بسبب التغير المناخي وفعلوا ذلك بمسيرة جنائزية كما فعلوا في آيسلندا والهدف هو كما نقول حصر الاحترار بدرجة ونصف إلى درجتين مئويتين مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي بس هنا ربما أسألك عن بعض من المبالغة هل يمكن مع كل التطورات التي وصلها والمراحل التي عاشتها البشرية حتى الآن إعادة الاحترار معها إلى درجة ونصف أو درجتين مقبل الصناعي أقل له أن لا نترك حالة الاحترار أن تتفاقم أكثر فأكثر ويصير ما يعود في إمكانية للسيطرة على ما يمكن أن يحدث مثل ما رأينا في التقرير الأعصير ذوبان السلوج ارتفاع مستوى مياه المحيطات والبحار أقل له أن نجرؤ أن نقول فلنحافظ على الغابات الموجودة فلنوقف تمويل المشاريع الملوثة هذا ما قاله اليوم الرئيس الفرنسي توجه إلى الدول الغنية وقفوا تمويل المشاريع الملوثة فيه جزء ذلك من قبل لأسباب قد لا تكون متعلقة بالتغير المناخي وإلا لكان الوضع أسوأ الآن بسبب التغير المناخي ممكن نفسر هالنقطة لو سمحت بحالات معينة يعني أنا لست بخبير مناخ يعني نحن ناشتين بيئيين عم نرائب نلمس ما يحصل اسمح لي أنه إذا ما حكينا عن أعصير إذا ما حكينا أعصير فلنتكلم مثلا عن الأمن الغذائي فلنتكلم عن مياه ما يحصل بتدميرنا لبيئتنا هناك تأثير أكيد على الاقتصاد تأثير أكيد على الأمن الغذائي تأثير أكيد على نوعية الهواء اللي عم نتنفسه يعني خلينا نعتبر في مبالغة بأمور المناخ الكبيرة الأعصير أو ارتفاع مياه البحر يلي ما عم نلمسها 100% وإنما عم نلمس 100% التأثير على حياتنا اليومية على الأقل حد الأدنى يعني نعالج الحد الأدنى حتى لو في مبالغة لنقرب إنه في مبالغة نعالج الحد الأدنى على الأقل توظيف التكنولوجيا بتآمن فيه بأن يسهم بإيجاد بعض الحلول إن لم يكن حلول كاملة لهذا الموضوع لأنه يعني وصلنا إلى مرحلة معينة صعبة الكثير من الدول العالم أن تتخلى عنها هل التكنولوجيا حيث هي حيث توظف ربما تسهم في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه في موضوع التغير المناخي هل يمكن أن تساهم في الحل أيضا؟ بالعكس بالعكس التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة للحل مثلا اليوم أغلبية الشركات في العالم لا تطبع على الورق والورق هو جاي من الأشجار فالتكنولوجيا ممكن تساعد برصد الكوارث الطبيعية ممكن تساعد الإنسان لتسريع الحل مثل ما ممكن كمان أن تكون سبب مثل السكينة استعمالها ممكن يكون لقطع شيء لنأكله أو لقتل الإنسان إذن لا يجب يعني لا يجب اتهام التكنولوجيا هي سبب ولا التطور هو سبب الإنسان مهم طريقة استخدامها وبيستهتاره المهم طريقة الاستخدام بس عندي نقطة بعد بدي أستفيد من وجودك معنا لإثارتها بريطانيا أعلنت عن إنشاء صندوق يبلغ حجمه مليار جنيه استرليني يعني أكثر من مليار ومئتين مليون دولار لابتكار تكنولوجيا جديدة للمساعدة دول النامية على الحد من بعث الكربون وهذا عامل هذا نشاط دول هل نشاط أفراد ومنظمات مجتمع مدني يؤثر بالحجم الكافي أعرف ستقول لي أنه يؤثر بدون شك ونحن ندعو إلى ذلك أيضا ولكن هل يؤثر بالحجم الكافي حتى لو استغنت الحكومات عن القيام بما هو واجب عليها أن تقوم به وهي مسؤولة عما وصل إليه موضوع التغير المناخي في العالم ولم تقوم به للأسف بكل مؤتمرات الدولية من أجل مكافحة التغير المناخي بيقولوا بدنا ننشؤ صندوق المناخ فند خاص بدعم المبادرات يلي بتخفف من الانحباس الحرارة وإنما هذا بعد مصار فكمان اليوم الرئيس الفرنسي طالب بإنشاء هذا الصندوق مثل ما المبادرة الأخذتها بريطانيا يجب أن كل الدول وأهم شيء يجب أنه بالأمم المتحدة أن تنشئ هذا الصندوق ويجب على كل دول العالم أن تأخذ قضية المناخ والبيئة وحماية الطبيعة بعين الاعتبار وخاصة الحد من قطع الأشجار وهون اسمح لأعطي مثل نحن في لبنان مثلا نعاني من بناء السدود في الأماكن الخضراء والوديان الخضراء وهي شيء كارثي يجب من كل الدول أن تحد من التصحر وقطع الأشجار نضم صوتنا إلى صوتك شكرا جزيلا لك ستاة بولا براشد الناشط البيئي من بيروت تحياتي إليك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك